نفيل بن حبيب الخثعمي ولد في بيشة شاعر وفارس جاهلي يلقب بذيل يدين عاصر وشهد غزوة أبره الحبشي والذين معه من الأحباش وهم أصحاب الفيل وتنسب له أبيات في يوم الفيل نسبه نفيل بن حبيب بن عبد الله بن جزا بن عامر بن مالك بن واهب بن جليحة بن أكلب بن ربيعة بن عفرس بن جلف بن أفتل وهو خثعم ويلقب بذيل يدين وسمي بذلك لطولهما لما تهيأ وصار أبرهة بفرق من الأحباش ومعه الفيل محمود من صنعاء قاصدا مكة لهدم الكعبة تهيأ للتصدي إليه إثنان من العرب وقبيلة غامد من الأسن الأول وهو من أشراف اليمن وملوكها ويسمى ذو نفر وقيل أنه من همدام حيث دعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبره وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريدهم من هدمه وإخرابه فأجابه من أجابه إلى ذلك ثم عرض له فقاتله فأسر ذو نفر وهزم أصحابه والثاني الفارس وسيد قومه نفيل بن حبيب الخثعمي وكان نفيل بن وجهاء قبيلة خثعم حين وصل أبرهة الحباشي إلى أرض خثعم اعترضه الفارس نفيل بن حبيب الخثعمي وقومه ولكن أسر أيضا نفيل الخثعمي وهزم أصحابه ولقد خاصص أبرهة مجموعة من الخيالة تغير على القبائل العربية التي في طريقهم لنهب مواشيهم من الجمال والبقار والأغنام لإطعام جيشه وعندما مر ببلاد غامد من جهتها الشرقية لم يجد منهم أحدا حيث قاموا بتأمين مواشيهم ونسائهم أطفالهم تجاه بلادهم الحصينة على قمم جبال السراء ونشروا الخيال والمراقبين تجاه بلادهم الشرقية وهج جزء من عالية نجد والتي يمر بها طريقة تجارة درب الفيل فأرسل أبرهة الخيالة للبحث عن مواشي هذه القبيلة فقابلتهم خيالة غامد بقيادة عبد الشمس بن مسرح الغامدي وانتصروا على خيالة الأحباش جاء ذكر عبد الشمس في خبر قدوم جيش أبرهة الأشرم لهدم الكعبة يقول ابن حبيب أقبل أبرهة الأشرم حتى مر بالأزد فأرسل إليهم خيلا فهزموا خيلة فقال عبد الشمس بن مسرح الغامدي الأزدي نحن منعنا الجيش حوزة أرضنا وما كان منا خطبهم بقريب وما فتية حتى أفاتت سهامهم وما رجعوا من مالنا بنصيب وعندما وصل أبرهة لهدم الكعبة أرسل الله عليه طير الأبابيل وأهلك هو ومن معه كما هو موجود في سورة الفيل منهم من هلك ومنهم من هرب فقال الفيل الخثعمي قصيدته النونية وقد ذكرت كتب التاريخ ستة أبيات وهي ألا حييت عنا يا ردينا نعمناكم مع الإصباح عينا أتانا قابس منكم عشاء فلم يقدر لقابسكم لدينا ردينا لو رأيت فلا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا إذا لعدرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحب شارتين ولم تأسي بإمكانت الله